بداية نظر أمس الرئيس المدير العام لمجمع سونتراك تفق حكار مشروع مركب بيترو كيمياوي الواقع بالمنطقة الصناعية بأرزيو بوهران والذي أسندت أشغال إنجازه إلى المجمع الصيني بمساهمة المناولة الجزائرية الممثلة في الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التبعة لسونتراك الذي بدأت أشغال إنجازه في 19 جوان 2022 والمبرمج دخوله حيث الإنتاج اعتبارا من شهر جوان 2025 كما ستسمح هذه المنشأة الصناعية في إنتاج مادة أمت بئو المستخدمة كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي وبالتالي الاستغناء عن استرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير